بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف الثامن أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة سؤال رادي المسعيد اليوم إن شاء الله رح نأخذ كتاب التمارين من الرياضيات الصفحة الثامنة والجذور التربعية السؤال الأول يقول أجد كلا من الجذور التربعية الآتية إذن في عندي جذور جذور تربعية بدي أجد قيمة هذا الجذور نذهب إلى المسألة الأولى المسألة الأولى يعني هي من أبسط المسائل تحكي لي أنه في عندي جذر المية وعشرين كم يساوي جذر المية وواحد وعشرين جذر مية وواحد وعشرين يساوي إداعش كيف عرفت يا أستاذ لأن أنا بعرف أنه إداعش ضرب إداعش طبعا جذور الضرب هذا بيساوي كمية وواحد وعشرين إذا أنتم مش حافظين لازم تحفظوا إذن جذر المية وعشرين يساوي كم؟ يساوي داش إلا مش حافظوا لازم يحفظوا طيب نروح على اللي بعدي في عندي هون موجب أو سالب موجب أو سالب جذر الاثنين فاصلة ستة وخمسين فاصلة ستة وخمسين أذكركم إحنا الرياضيات هو حل مسائل يعني حل مشاكل في عندي مشاكل أنا هون مثلا في عندي مشكلة الجذر وفي عندي مشكلة ثانية مشكلة الفاصلة العشرية اللي هون كيف بدأت عن المحن فتعال المحن كالتالية أول شي بحط الموجب أو السالب عشان ما أنساها موجب أو سالب بحافظ عليها جذر جذر إيش هسا الآن بدي أتخلص من الفاصلة العشرية الفاصلة العشرية هاي اللي عندي لازم أتخلص منها كيف يا أستاذ سهلة هسا هذا الرقم شو بقرأه اثنين فاصلة ستة وخمسين بالمية صح ولا أستاذ ليش قرناها بالمية لأنه هون فيه على يمين الفاصلة العشرية صفرين لو حطينا واحد هون بتصير مية صح فهذا ستة وخمسين بالمية ستة وخمسين بالمية طيب أستاذ طيب شو معنات هذا الشيء معناته كالتالي أنا بتخلص من الفاصلة العشرية اشطبها انساها بتصير عندي ميتين وستة وخمسين صح إذا شطبنا الفاصلة العشرية بصار عندي ميتين وستة وخمسين صح بالمقابل 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 الستة وخمسين بالمية كانت بتصير ميتين وستة وخمسين على مية على مية ليش على مية أستاذ؟ لأنها هي هون عندي هون منزلتين على يمين الفاصلة العشرية فبحطهم واحد صارت مية على مية واضحة أمور إن شاء الله إذا ستة وخمسين بالمية بتصير عالمية طب أستاذ هيك يعني منستفيد كثير إحنا طبعا منستفيد شوفوا شو منستفيد يساوي طبعا نحافظ على الموجب أو السالبة بدنا نشوف ما هو جذر الميتين وستة وخمسين جذر الميتين وستة وخمسين يا أستاذ نعم طب قديش جذر الميتين وستة وخمسين بدنا نعمل تحليل على العوامل لأنه في ناس ممكن يقول أستاذ أنا مش حافظها نحكي له ما في مشكلة بتحلل الرقم ميتين وستة وخمسين إلى عوامله وإذا مش منذكرين كيف هسا إن شاء الله بنحلل مع بعض وللما متذكر يراتي وقف الفيديو يحاول لحاله طيب ميتين وستة وخمسين بدأ أحلله ليش يا أستاذ بدأ أحلله لأنه من خلال تحليل الرقم إلى عوامله بعرف جذره شوفوا الآن ميتين وستة وخمسين بدأ أقسمه بدأ أقسمه وببلش بالأرقام الأولية من تحت من عنده اثنين هل يقبل القسمة على اثنين نعم لأنه هذا عدد زوجي يقبل القسمة على اثنين وهي عدد اثنين ميتين وستة وخمسين تقسيم اثنين كم بيعطيني يا ترى ميتين وستة وخمسين بيعطيني التالي الستة الميتين طبعا نصها مية والخمسين خمس وعشرين والستة ثلاث صارت ثمانية وعشرين طيب مية وثمانية وعشرين ولا ما بيعرف يساوي تقسيم ذهن بدي يقسم قسمه طويلة عدد 2 هذا بيقبل قسمه على 2 لأنه زوجي زي ما احنا شايفين أي عدد زوجي يقبل قسمه على 2 128 تقسيم 2 كم يا أستاذ بيساوي 60 120.60 والثمانية 64 64 64 تقبل قسمه كمان على 2 لأنه 4 عدد زوجي 64 تقسيم 2 بتساوي يا أستاذ 32 تقسيم 2 بتساوي أستاذ 15 16 تقسيم 2 كمان مرة هاي صارت سهلة 8 تقسيم 2 صارت 4 طيب كمان تقسيم 2 2 والاثنين تقسيم 2 هاي بتساوي 1 بس نصر عنده 1 خاص وقفنا هون شو بيكون عندي هون يا أستاذ بيكون عندي هون اللي على اليسار هاي الأرقام الاثنينات اللي انت شايفين على اليسار اسمها عوامل عوامل ايش العدد 256 طب أستاذ أنا شو بستفيد هسا شو دخل هاي بالجذر بحكي لكم الآن عشان نعرف الجذر كل عاملين متشابهين مثلا هون عندي 2-2 هذول عاملين متشابهين نفس العدد 2-2 نأخذ أحدهما نأخذ ايش أحدهما وهي أخذنا 2 وبنظن نعمل هيك بكل العوامل هاي في كمان هون عندي عاملين متشابهين 2-2 هاي بأخذ واحد من الاثنينتين وهون كمان في عندي 2-2 بأخذ منهم 2-1 وهاي كمان هون في عندي 2-2 بأخذ منهم ايش 2-1 طب أستاذ شو أعمل هسا الآن هسا بعد ما انتخبنا بعد ما أخذنا من كل رقمين متشابهات رقم واحد بروح أضرب هاي الأرقام المنتخبة 2-2 2-2-2 ضرب 2-2 فبصير عندي 2-2 ضرب 2 كم تساوي؟ بتساوي 4 يا أستاذ صحيح طيب هاي الأربعة ضرب 2 بتساوي 8 يا أستاذ صحيح ضرب 2 بتساوي 16 يا أستاذ ممتاز هاي 16 16 هي جذر 256 إذن صار عندي الجذر أنا بدي أعرف الجذر تبع الميتين وستة وخمسين طلع منه 16 تمام 16 إذن إحنا عشان نعرف جذر عدد كبير بنحل له للعوامل هاي الخطوة الأولى خطوة ثانية أنتخب من كل رقمين أو عاملين متشابهين واحد منهم بعدين بضربهم في بعض والنتيجة هي بتكون الجذر طيب 16 على على كم على جذر المية كم جذر المية؟ جذر المية هو عشرة لأنه عشرة ضرب عشرة يساوي مية تقريباً خلصنا ويساوي نحط أول شيء الإشارة طبعاً دائماً نقول الإشارات لأنه في كثير ناس منسل الإشارات زائد أو عفواً موجب أو سالب 16 على 10 بدي أحولها لإيش لكسر عشري لكسر عشري بدي أحولها كسر عشري بدل عادي كسر عشري شو أعمل؟ هون عندي على عشرة العشرة كم صفر فيها؟ فيها صفر واحد يا أستاذ إذن بحرك هون الفاصل العشرية على اليسار منزلة واحدة لأنها العشرة فيها صفر واحد تبصف عندي 1.6 بالعشرة هذا هو إيش الجواب النهائي هذا هو الجواب إذن صار عندي الجواب اللي هو موجب أو سالب 1.6 بالعشرة كويس؟ طبعاً أنا أنصحكم أنه كل ما أعمل مسألة كل ما أحل مسألة من مسائل خلال هذا الفيديو بعد ما أحله توقفوا الفيديو وعلى ورقة وقلم بتحل المسألة أنتوا لحالكم من غير ما تنظروا للشاشة إذا نجحت بحلها معناته أنت فهمتوا الحل صحيح إذا ما نجحتوا عيدوا المسألة هاي واحضروا مرة ثانية الرياضيات ما بينفع أنه الواحد يتفرج عليه زي كأنه برنامج وثائقي إذا ما في ورقة وقلم وحل حقيقة الواحد ممكن يحس حاله فهمان بس على أرض الواقع هو مش عارف يتصرف مع الأرقام ثلاث سالب خمسة وعشرين خمسة وعشرين بالكم بالمية بالألف بالعشر آلاف بعض الناس مشكل عنهم هذا الشيء بحكي لهم بسيطة شايفين الفاصلة العشرية هاي نعم يا أستاذ الآن اللي عيمينها بتخيلها كلهم أصفار صفر بتخيل صفر هاي المنزل بتخيلها صفر هاي المنزل صفر بتخيل كل المنازل على يمين الفاصلة العشرية أصفار بعدين على يسار بحط واحد هذا الرقم شو بنقرأ عشرة لا يا أستاذ مية لا ألف عشر آلاف إذن هاي خمسة وعشرين بالعشر آلاف خمسة وعشرين بالعشر آلاف طيب يا أستاذ شو نعمل هسا يساوي طبعا أستاذ انت حكيت لنا نحافظ على الإشارة بحكي لكم صحيح وهي بنحط الجذر طبعا يا أستاذ حكيت لنا بدنا نتخلص من الفاصلة العشرية ممتاز بتتذكروا كيف نعم يا أستاذ الخمسة وعشرين بالعشر آلاف هسا قريناها بتصير خمسة وعشرين على عشر آلاف بحكي لكم ممتاز خمسة وعشرين على عشر آلاف وهي عشر آلاف ممتاز ويساوي هسا الأمور بسيطة إن شاء الله الخمسة وعشرين شو جذرها إلا خمسة وعشرين يا أستاذ جذرها خمسة لأنها خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين طيب والعشر آلاف شو جذرها يا أستاذ العشر آلاف جذرها مية لأنه 100 ضرب 110 ألاف ممتاز إذن أنا هون وجدت الجواب بس على صفة كسر عادي بدي أسوي كسر عشري كيف أسوي كسر عشري الآن مثل ما تفعل قبل شوي في عندي تحت مية كم صفر فين المية في عندي صفرين يا أستاذ يعني قصدك بدي أنتقل هون بالمنزل العشرية منزلتين بحكي لكم صحيح بس أستاذ ما في غير خمسة بحكي لكم ما في مشكلة هاي بحط الخمسة بنتقل منزلة واحدة في الفاصل العشرية هاي صارت هون صح بس بدي أنتقل ايش منزلتين هاي بنتقل كمان منزلة ثانية وبتخيل هون في صفر هي فاضية بتصير صفر واضحة أمور إن شاء الله طيب إذن أعيد مرة ثانية هون عشان أمور تكون أوضح الآن بدأت أنتقل منزلتين لأنه في عندي صفرين تحت في المقام فبنتقل منزلتين خمسة بحط صفر وهي بحط هون إيش الفاصل العشرية هاي صار في عندي منزلتين على يمين الفاصل العشرية طبعا عشان تكون أمور صحيحة بحطهن على اليسار مكان الرقم الصحيح صفر لأنه ما عندي إشي هذا ما عندي بحطه طيب إذا صار عندي كم خمسة بالمية خمسة بالمية هي سهلة ترى خمسة عالمية بتصير خمسة بالمية هذا هو الجواب النهائي نفس الإشي وقف الفيديو حلوا لحالكم شوفوا شو بيصير معكم الآن نذهب إلى فور الرابعة في عندي جذر التسعة واربعة واحد ثمانين ترى فكرة هاي سهل كثير ما بدها شغل مباشرة جذر التسعة واربعين كم إيش هو الرقم إذا ضربته بنفسه بعطين تسعة واربعين سبع يا أستاذ صح إذا جذر التسعة واربعين هو سبعة على جذر الواحد ثمانين تسعة يا أستاذ أنا حافظ جدول التسعة خلص تسعة 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 واحد ثمانين بحكي لكم صحية خلص خلصنا أستاذ خلصنا يا أستاذ نروح على اللي بعديها خمسة هاي خمسة في طريقتين لحلها في طريقة مختصرة سريعة وفي طريقة ثانية عادية الطريقة المختصرة بتكون كالتالي أول شيء بقرأ الرقم عندي أنا هنا واحد بالمية صح إذن هاي بقرأوا كالتالي جذر هذا جذر جذر الواحد بالمية وأنتوا عارفين ليش واحد بالمية في عندي خانتين يعني مية واحد بالمية كله تربيع كل هذا إيش تربيع جذر واحد بالمية تربيع صح ولا صح يا أستاذ بدي أكوا تعرفوا أنه الجذر التربيعي والتربيع عكس بعض طيب يا أستاذ عكس بعض شو يعني؟ يعني بيلغوا بعض بيلغوا بعض نعم بيلغوا بعض فالجذر هذا اللي هون والتربيع هون بيلغوا بعض فشو بيصف عندي؟ بيصف عندي الرقم اللي هو واحد بالمية بس لأنه ما ظل عندي لا جذر ولا تربيع إذن بصدر عندي هون كم واحد بالمية وهي واحد بالمية يساوي واحد بالمية حلناها هيك يا أستاذ؟ نعم حلناها طيب شو الطريقة الثانية اللي أطول شوي وعادية ممكن تحتاجوها أحيانا؟ هو كالتالي أول شي خلينا أقيم الخطوط هاي اللي هون عندي عشان أوضح الأمر طيب الآن هسا في عندي أنا جذر الواحد بالمية تربيع صح؟ نعم يا أستاذ يعني معناته جذر الواحد بالمية أضربه بنفسه لأنه هيك التربيع إحنا لما بنحكي مثلا أربعة تربيع يعني أربعة ضرب أربعة أضربها بحالها مرتين مش هيك؟ صحيح يا أستاذ إذن أنا هذا الإشي شو معناته؟ لما بحكي هنا واحد بالمية تربيع يعني أضرب جذر الواحد بالمية بحالها مرتين يعني بتصير هيك جذر الواحد بالمية هاي جذر الواحد بالمية ضرب كم؟ ضرب جذر الواحد بالمية تمام؟ صحيح لأنه تربيع ضربتها بحالها إيش مرتين طيب يا أستاذ شو بيصير بعدين؟ الآن سهل زي ما اتفقنا قبل أنا اللي بدأت خلص من الفاصل العشرية هاي بدل واحد بالمية شو بيصير؟ واحد على مية صحيح إحنا قبل شوي كنا نحل؟ ضرب وهي الضرب جذر وهي الجذر واحد بالمية شو بتصير؟ واحد على مية وتساوي الآن يترى ما هو جذر الواحد؟ جذر الواحد واحد صحيح وما هو جذر المية؟ جذر المية عشرة صحيح طيب نيجي ضرب وهي الضرب مرة ثانية ما هو جذر الواحد؟ لأنه بدي مني جذر الواحد واحد على جذر المية عشرة ويساوي صار عندي واحد ضرب واحد لاحظوا صار عندي واحد على عشرة مضروب في واحد على عشرة واحد ضرب واحد واحد يا أستاذ على عشرة ضرب عشرة مية يا أستاذ هل بنقدر نكتبها بصيغة عدد عشري بفاصل عشرية نعم يا أستاذ أنا في عندي صفرين فبنتقل منزلتين هاي واحد وما في عندي منزلتين فبتخيل أنه في صفر عشان يصير منزلتين بعدين بحط الصفر للفاصل العشرية صحيح وهي هون في عندي صفر على اليسار لأنه رقم صحيح ما في عندي فحط صفر إذن صار عندي الجواب واحد بالمية لاحظوا نفس الطريقة السريعة اللي عندي هون واحد بالمية هيك بنكون الحمد لله حلينا نفس الشيء وقفوا الفيديو حلوا أنتم شوف شو بصير معكم نجي على ستة عندي ستة بالعشرة تربيع زائد جذر الواحد فاصل أربعة واربعين بالمية طبعا بعض نسخ الكتب ما فيها ستة بالعشرة تربيع بس جذر الواحد فاصل أربعة واربعين على كل خلينا نحل هاي الموجودة قدامنا والجذر واحد فاصل أربعة واربعين راح تكون إيش أسهل اللي بيحل المسألة الموجودة قدامنا بيقدر يحل هذيك طيب شو بنا نعمل هسا إن شاء الله بنا نبدأ بالحل بالحل أول شيء في عندي ستة بالعشرة تربيع بدي ألاقي ستة بالعشرة تربيع ستة بالعشرة تربيع يا جماعة الخير شو معناتها هسا هون أنا خلينا أشرح لك هون على اليمين إشيه خلينا هذا الهامش خلينا نحتبره هاي في عندي ستة بالعشرة تربيع هاي شو بتساوي هاي بتساوي ستة بالعشرة ضرب ستة بالعشرة صح ولا يعني مضروبة بحالها مرتين وهاي شو تساوي شو تساوي هاي في عندي طبعا فاصل عشرية أنا هاي فاصل عشرية ستة ضرب ستة ستة وثلاثين هاي ستة وثلاثين إذن هاي تساوي ستة وثلاثين بالمية بالمية اللي هي هاي صح زائد زائد شو طبعاً ما نحن نتعاودين بدنا نتخلص من الفاصل العشرية بتتذكروا كيف صح بدل ما نحكي واحد فاصلة اربعة واربعين بالمية بنتخلص من الفاصلة بسرعة عندي مية واربعة واربعين عالمية مش هيك احنا كنا نحل صحيح ويساوي ويساوي عندي ستة وثلاثين بالمية نحافظ عليها هسا بعدين متصرف معها ان شاء الله زائد بس نتخلص من جذر بالاول هذا الجذر بدي تخلص منه المية واربعين شو جذرها اذا حافظين جذر الاثناش راح تعرف ان اثناش ضرب اثناش مية واربعين وهي اثناش جذر مية واربعين اثناش على جذر المية عشرة يا استر حلو ويساوي لاحظوا انا هون في عندي ايش عدد باعشري كسر عشري هون في عندي كسر عادي ما بيصير هذا الكسر العادي بدي اخليه كمان عشري تتذكروا كيف اول اشي خلينا نزل هاي مثل ما هي بالله اللي هي ستة وثلاثين بالمية وهسا اتصرف مع هذا طبعا في عندي عشرة على عشرة يعني في عندي صفر واحد بتحرك خانة واحدة فبحط الفاصل العشرية هون بصير عندي واحد فاصل اثنين بالعشرة صح ويساوي الآن اللي حاب انه يرتبهم تحت بعض ممكن تحلهم ذهنيا بس كمان احتياطا هاي بدي ازيدهم بدي ازيدهم على بعض اجمحهم فهون شوفي عشان اجمحهم مع بعض هيك في عندي ستة وثلاثين بالمية زائد زائد كم يا استاذ واحد فاصل اثنين بالعشرة ستة زائد ولا اشي يعني صفر بتسوي ستة ثلاث زائد اثنين خمسة الفاصل العشرية صفر زائد واحد واحد اذا صار عندي واحد فاصل خمسة ستة يعني ستة وخمسين بالمية واحد فاصل ستة وخمسين بالمية هو جواب هذا الفرع السادس طبعا اللي النسخة اللي عنده بس جذر الواحد فاصل اربعة واربعين بالمية طبعا واضح انه بتسير مية واربعة واربعين على مية بعدين بتسير اثناش على عشرة بعدين بتسير واحد فاصل اثنين بالعشرة يعني رح تطلع جواب بس واحد فاصل اثنين بالعشرة فقط اللي هي المسخة الثانية طيب هيك احنا الحمد لله خلصنا ونذهب إلى وين إلى التمرين التالي اللي هو بيحكي لي أحل سونا شوي هيك تمام آه نطلع هون أحل كلا من المعادلات الآتية وأتحقق من صحة الحل أحل كلا من المعادلات الآتية وأتحقق من صحة الحل أذكركم بشيء أحل المعادلات شو يعني أحل المعادلات يعني أوجد قيمة المتغير الحروف هاي بي دي اكس واي إلى آخره حل المعادلة يعني لاقي لقداش قيمة اكس لاقي لقداش قيمة واي بي تمام وتحقق من صحة الحل القيمة بنعوضها وهس إن شاء الله راح نشوف بالتفصيل كيف راح نتعامل مع هذا السؤال المسألة الأولى في هذا التمرين اللي هي مسألة السابعة في هذه الصفحة ثلاثمية وأربعة وعشرين تساوي بي تربيع طبعا مثل ما اتفقنا إذن أنا بفهم هيك أن المطلوب مني أن ألاقي قيمة بي بي لحالها طبعا أنا بالنسبة إلي بفضل أن يكون المتغير على اليسار فبالتالي شو راح أعمل طبعا هذا شيء مش شرط بس بتصور كثير منك و راح يعني راح يرتاح هيك أنه يخلي متغير على اليسار فبع نحكي بي تربيع أنقل هون واللي علي مين أخلي يسار يساوي ثلاثمية وأربعة وعشرين بقدر عمل هيك يا أستاذ نعم ما في مشكلة إذن شو اللي عملنا هذا المتغير بتخليه على اليسار لأنه دائما متعود أن أحل المتغيرات تكون على اليسار إذن فبنحكي بي تربيع أيوة يساوي واللي على اليسار وخليه يمين ثلاثمية وأربعة وعشرين إذا اللي سويت قلبتهن بس عشان أنه هيك أنا أريح لي بارتاح طيب هس الآن بدي ألاقي قيمة بي بس المشكلة أنها بي في محة تربيع لازم أتخلص من التربيع عشان أضلها بي لحالها شو الحل يا أستاذ بسيطة عشان أتخلص من التربيع خلاص ايش طبوع نسوه بيظل عندي بي بها السهولة يا أستاذ نعم بس بشرط أنه بالمقابل في الجهة الأخرى من اليساوي في الجهة الأخرى من اليساوي بضع موجب أو سالب جذر الرقم اللي على اليمين جذر الرقم اللي هو ثلاثمية عشرين أربعة وعشرين إذن بي تساوي موجب أو سالب جذر ثلاثمية وأربعة وعشرين حلو؟ طيب وهذا يساوي البي إذن صارت تساوي الآن أستاذ جذر ثلاثمية وأربعة وعشرين الرقم يعني والله ما بعرف شو هو الرقم بضرب بنفسه حتى ينطيه ثلاثمية وأربعة وعشرين شو أعمل يا أستاذ هاي الحالة إذا كان الرقم كبير؟ ولا شي بنحلل للعوامل بحط هين هامش وبنصحك أنه في الامتحان خلي المعلم أو المعلمة يشوفوا أنتوا كيف طلعتوا الجذر اعملوا هذا بالهامش فبنطلع العوامل هاي ينطلع العامل هنا طيب كويس العدد عندي هو ثلاثمية وعشرين وأربعة وعشرين طيب بدنا نحلله أول شي يقبل القسمة أقل شي يبدأ من اثنين بيقبل القسمة على اثنين آه والله يساعد لأنه زوجي إذن بقسمه على اثنين ثلاثمية واربعة وعشرين تقسيم اثنين كم بعطيني بعطيني مية وستين مية واثنين وستين مية واثنين وستين بيقبل القسمة على اثنين لأنه زوجي بقسمه على اثنين وهي تقسيم اثنين مية واثنين وستين أبو الله يام يقسم على ثلاث، كم يعطيني سبعة وعشرين لأن 27 ضرف 3 يساو 8. أيوة إذن ممتاز. السبعة وعشرين بيقسم على اثنين؟ لا. إذن على ثلاث نعم بيقسم على ثلاث. بعطيني كم؟ تسعة. طيب تسعة بيقسم على كم؟ كمان على ثلاث. فبعطيني التسعة اللي قسمت على ثلاث بيعطيني كم؟ ثلاث. الثلاث على كم تقسم؟ كمان على ثلاثة أستاذ تعطيني واحد. بس نصير عند الواحد إيش نتوقف. الآن، إذن احنا حولنا العوامل. حللنا للعوامل. حللنا الرقم ثلاثية سبعة وعشرين إلى العوامل. ischerل الخطوة الثانية إيش؟ نأخذ عامل من كل العاملين المتشابهين. أنا فية عندLY هون عاملين متشابهة متطابقات اثنين، بأخذ منهم واحد هيه اثنين. وس حين firearm 3 ثلاث عاملين متشابهات بأخذ منهم أحدهما اللي هو الثلاث ثلاث منهم وهون في عندي ثلاثتين بوقت ثلاثة واحدة من الثلاثتين شو البعديها بعدين بضروفهم في بعض ضرب ضرب اثنين ضرب ثلاث هاي بتساوي ستة يا أستاذ صح ستة ضرب ثلاث ستة ضرب ثلاث بتساوي ثمنطعش يا أستاذ بحكي لكم صحيح إذن جذر الثلاثمية جذر الثلاثمية و 24 هو ثمنطعش فبهان شو بحكي هون موجب ولا أنسى الموجب أو سالب موجب أو سالب إيش الثمنطعش كويس طيب هسا حلناها حلناها حلنا المسألة يعني أوجدنا قيمة بي هس شو ظل عندي التحقق شو ظل عندي التحقق بعمل هيك خط ومثلا بكتب هون عشان يكون يعني معلم عارف شو بعمل هون التحقق طبعا الكتابة على الكمبيوتر بتكون مش واضحة كثير مرات بس يعني المهم انكوا عارفين شو بكتبناه طيب الآن هسا عشان أتحقق شو أعمل يا أستاذ عشان أتحقق شو أعمل أعوض هاي خليني أحط بين قوسين عشان ملاحظة التحقق هو عبارة عن تعويض تعويض ايش أعوض يا أستاذ أعوض النتيجة اللي طلعت معاي مثلا هون موجب أو سالب ثمنطعش أعوضها وين يا أستاذ أعوضها بالمسألة الأصلية اللي جتني في السؤال هون طيب طبعا أنا سويتها زي هيك على اليسار عشان أريح لي فشو بجابي أعمل هون أنا بي طلعت عندي موجب أو سالب ثمنطعش أول شي بدي أستغل على الموجب ثمنطعش وهي موجب ثمنطعش طبعا أنت ممكن أنكوا ما تحط الموجب بدي أستغل على تعويض هاي بعدين بعوض السالب فشو بيصير عندي البي المسألة الأصلية هاي المسألة الأصلية أنا حولتها هيك البي هي عبارة عن بي تربيع اللي هي ثمنطعش تربيع هكذا أنتوا عارفين شو اللي بساوية قاعد بعوض في المسألة تساوي ثلاثمائة عشرين أربعة عفوا ها هكو عشرين أربعة وعشرين مش هيك المسألة الأصلية نعم هيك المسألة الأصلية الآن بشوف ثمنطعش تربيع كم بساوي يعني هون اللي ما بيعرفون ثمنطعش ب�ضربها في كم في ثمنطعش بضربوها ببعض تمام يعني هون مثلا ثمانية ضرب ثمانية ثمانية ضرب ثمانية أربعة وستين هاي أربعة وهي ستين ثمانية ضرب واحد ثمانية وستة أربعة عشر وهي أربعة عشر بلروح على الخانة البعديها عشان روحت على الخانة البعديها بحطهم صفر واحد ضرب ثمانية ثمانية واحد ضرب واحد واحد بجمعهم بصفي عندي لما بجمعهم بجمعهم فيش مجال أربعة ثمانية وأربعة بتساوي اثناعش وهناك ثلاث ثلاثمية أربعة وعشرين بالفعل إذن هذه صارت عندي 320 24 تساوي 320 24 إذن الطابق عند الحل تطابق عند الحل الحل صحيح هذه 20 24 مدام يطابق الجهتين يمين اليسامى يسار اليساوي ما تصح أنا الآن هسأ بدأ أعوض السالب 18 هي سالب 18 ليش أستاذ بدأ أعوض السالب 18 لأنه هان البي طلعت عندي نتيجتين إلها موجب 18 وسالب 18 قيمتين القيمة الثانية الآن بدي أعوضها فبعوضها في المسألة الأصلية اللي هي طبعا هاي اللي أنا عملتها وحتى لو عوضت بالأصلية هاي ما في مشكلة العادي هاي قنا عوض في الأصلية 320 و24 يساوي ب اللي هي قلنا سالب 18 تربيع 320 24 يساوي طبعا 18 تربيع يعني 18 ضرب 18 طلعناها هايها 324 وسالب مع سالب لأنه سالب 18 ضرب سالب 18 هيك التربيع سالب مع سالب يصير موجب فبصفي عندي 320 و24 فلاحظوا الطرفين تساويات تساويات فبالتالي بكل حل صحيح التحقق إيش إذن نجح عندي الحمد لله الآن نذهب إلى إيش المسألة التالية اللي هي X تربيع تساوي 9 على 36 X تربيع يساوي 9 على 36 نفس مبدأ اللي حلين عليه في قبل شوي لأنه عشان أتخلص عنه من التربيع طبعا أنا بتشوف هيك بتتخلص من التربيع فشو بأعمل بحتي خلاص هي الـ X بنسى التربيع بس بالمقابل شو بحط موجب أو سالب جذر العدد الآخر واضح؟ رح أعمل زي هك إذن صار عندي X يساوي تخلص من التربيع بس مقابل بدأ أحط موجب أو سالب جذر اللي هو إيش 9 على 36 وهي 9 على 36 ويساوي موجب أو سالب موجب أو سالب إيش الآن جذر التسعة جذر التسعة ثلاثة يا أستاذ صح على جذر 36 جذر 36 هي 6 هيك إحنا حلينا المسألة يعني X تساوي موجب أو سالب 6 على عفا 3 على 6 هيك خلصنا يا أستاذ إحنا هيك خلصنا نص نص المسألة بدنا نتحقق لأنه بحكي لتحقق صح ولا فباجي هون بحكي إيش التحقق هيك التحقق بدأتحقق أول إشي من الموجب ثلاثة على ستة بعدين بتحقق من السالب ثلاثة على ستة لأنه عنده قيمتين فبأخذ أنا هنا الموجب ثلاثة على ستة بعوضها وين في المسألة الأصلية بعوضها وين في المسألة الأصلية فباجع المسألة الأصلية X صارت شو تساوي X صارت تساوي إحنا ثلاثة على ستة قلنا فبنحكي ثلاثة على ستة طبعا تربيع إحنا بنحط قيمة X تمام؟ بنشوف شو تساوي خلننشوف بالله شو تساوي طبعا المفروض تساوي 9 على كم على 36 هيك المسألة الأصلية بننزل تحت يساوي طبعا هنا راح يكون عندي 9 على 36 نفسها اللي على اليمين نشوف على اليسار 3 تربيع يعني 3 ضرب 3 9 يا أستاذ على 6 تربيع 6 تربيع يعني 6 ضرب 6 36 يا أستاذ إذن إيش الحل إيش الحل صحيح هسا شو بنساوي بدنا نعوض قيمة السالب 3 على 6 أعوضها وين يا أستاذ في المعادلة الأصلية هاي اللي هون طيب بنعوضها يا أستاذ ما في مشكلة يلا خلينا نعوض عندي الـ x تربيع الـ x قيمتها سالب 3 على 6 إذن بيصير سالب 3 على 6 هذا كله إيش تربيع هيك المعادلة الأصلية بتحكي لي ويساوي حسب المعادلة الأصلية 9 على 36 ننزل لتحت عندنا تحت اللي جاهز هو 9 على 36 خلنشوف على اليسار الآن تربيع بين الربع صح سالب 3 تربيع أول شيء 3 ضرب 3 9 يا أستاذ والسالب في السالب يعني سالب 3 ضرب 3 عندي سالبين سالب في سالب موجب طيب بنيجي سالب 6 في سالب 6 يعني بدي أساوي سالب 6 تربيع يعني سالب 6 أضربها بحالها سالب 6 ضرب سالب 6 السالب بالسالب بيصير موجب والستة بالستة بتصير 36 فلاحظوا أنه إيش عندي صار فيه تطابق إذن إيش الحل صحيح والحمد لله رب العالمين نذهب الآن إلى y تربيع تساوي كم تساوي 1.96 طبعا بداية بنتخلص من إيش بدنا نتخلص من هذا التربيع نحن متعودين كيف نتخلص منه نتخلص منه من خلال إنه نضع طبعا نشطب التربيع بس نضع الموجب أو السالب لجذر طبعا هون الموجب أو السالب لجذر الواحد فاصل ستة وتسعين مش هيك أنتفقنا قبل شوي نعم للطرف الثاني اللي هو على الطرف الثاني من اللي يساوي إذن زاد أو موجب أو سالب جذر الواحد فاصل ستة وتسعين بالمئة الآن الخطوة الثانية ذكرينها صح إنه أتخلص من الفاصل العشري هالفاصل العشري بتخلص منها فبدل ما يكون عندي رقم كسر عشري بصير عندي كسر عادي بسط ومقام أول شيء بحط الموجب أو السالب بحفظ عليها بحط الجذر واحد فاصلة ستة وتسعين بالمئة بتروح الفاصل العشري بصير عندي مئة وستسعين بدل بالمئة بتصير عالمية واضح؟ بدل واحد فاصلة ستة وتسعين بالمئة بتصير مئة وستسعين عالمية طيب كويس أستاذ وهذا شيء شو بيساوي إذن واي شو تساوي عندي طبعا موجب أو سالب أو إشي المئة وستسعين ما هو جذر المئة وستسعين بنساوي تحليل هنا هاي المئة تسعين ستة وتسعين طبعا أول شيء نبدأ بالقسم من اثنين اثنين لأن هذا عدد زوجي مئة وستسعين تقسيم اثنين فبيصير عندي هون خمسين خمسة وتسعين ثمانية وتسعين وهي تسعين ثمانية وتسعين على اثنين خمسة وأربعين وأربعة تسعة وأربعين تسعة وأربعين تقبل القسمة على سبعة فيها سبعة كمان مرتين تقبل القسمة على سبعة فيها إيش واحد هون من نخلص الآن هسا بنوخذ من كل معاملين هيك متشابهات نوخذ واحد منهم زي ما احنا متعودين سبعة تير بنوخذ سبعة منهم واحدة وبنضرهم في بعض اثنين ضرب سبعة بتساوي إيش بتساوي أربعطعش إذن هون شوفي عندي صار عندي موجب جذر إذن أنا عرفت أنا هسا جذر المية وستة وتسعين كم أربعطعش وهي أربعطعش على كم على جذر المية اللي هو عشرة تمام الآن بحخليه عدد عشري اللي هي بتساوي واحد فاصلة أربعة بالعشرة مثل ما تعلمنا هسا شو بنساوي إن شاء الله طبعا بدنا نعوض بدنا إيش بس أنا خليني أنا هون أمسح هاي العليمين حتى يصير في عندي شوية مجال أكثر ومثل ما تعودنا كل ما أحل المسألة ياريت إن كنت تتوقفوا الفيديو وتحلوا المسألة بأنفسكم حتى إن شاء الله تأكد إنكم قاعدين بتحلوا بشكل صحيح خليني شوف الآن هسا كيف نتحقق مع بعض خلو نعوض أويش نخل نعوض للقيمة الأولى اللي هي طبعا أنا هون نسيت إنه هون عندي موجب أو سالب هون لازم نحفظ عليها نرجع هون موجب أو سالب القيمة الأولى اللي هي موجب 1.4 بسرع عندي بس نعوض بالمعادلة الأصلية هاي إنه 1.4 بالعشرة تربيع أنا بعوض موجب 1.4 بالعشرة مكان وي طيب تساوي 1.9 6 نشوف 1.4 بالعشرة تربيع يعني 1.4 بالعشرة ضرب 1.4 بالعشرة ممكن أنتم طبعا هون تسوون تحت بعض إذا بدكم 4 ضرب 4 16 4 ضرب 1 4 1 5 روح المنزل بعدها لمن روح المنزل بعدها نحط صفر هون 1 ضرب 4 4 1 ضرب 1 1 في عندي هون 6 في عندي هون 9 في عندي هون 1 في عندي هون خانة على اليمين الفاصلة هون خيه على اليمين الفاصلة صارت خانتين فبصير عندي 1.96 بالفعل إذا صار في عندي هون 1.96 بالمئة اللي تساوي بالفعل 1.96 إذا إيش الحل الصحيح بالنسبة لموجب ال 1.4 بالعشرة هسا شو بنا أنت أتحقق من إيش القيمة الثانية هي سالب سالب 1.4 بالعشرة تربيع المفروض حسب المعادلة أنها تساوي عندي 1.96 بالمئة خلينا نشوف أول إشي طبعا رح يطلع عني نفس الشيء لأنه 1.6 4 بالعشرة تربيع شفناها شفناها إحنا هون طلعت عندنا كم 1.96 بالمئة والسالب ضرب السالب لأنه تربيع يعني ضرب نفسه سالب في السالب يعني سالبين بيصير موجب سالب مع سالب بيصير موجب فبالتالي بالفعل بيصير عندي الحل صحيح والحمد لله رب العالمين أنه الحل صحيح نذهب الآن إلى العاشرة 169 بالعشر آلاف تساوي دي تربيع طبعا لو واحد سأل أستاذ كيف عرفنا العشر آلاف إحنا حكينا أنه بنتخيل العيمين الفاصل العشرية صفار بنحط هن واحد هذا الرقم نقرأ عشر آلاف طيب إذن هسا اللي بدأ أسوي بدأ أتخلص من هذه الإكس مثل ما تعلمنا إحنا طبعا ممكن إحنا نقلب المسألة نقلب ما يمين يساوي خليه يصار اليساوي والعكس حتى أنا أكون واحد أريح له طبعا مش شرط تعمله هذا الشيء عادي يساوي فاصلة عشرية 169 بالعشر آلاف هسا الآن المهم بدأ نتخلص من إيش من التربيع هذا شو بنساوي عشان نتخلص منه بصير عندي دي تساوي موجب أو سالب كسر إيش المية وستين تسعة وستين بالعشر آلاف طيب أستاذ احنا تخلصنا هسا إيش من التربيع بدأ تخلص من إيش من هسا بدأ تخلص من الفاصل العشرية كيف بخليه على عشر آلاف بصير عندي دي تساوي موجب أو سالب الكسر ل المية وستين على عشر آلاف على عشر آلاف لأنه هون عندي أربع خانات واحد نين ثلاث أربعة بحط صفار واحد نين ثلاث وهي أربعة صفار أربعة واحد عشر آلاف طيب إذن مية وتسعة وستين على عشر آلاف ويساوي موجب أو سالب المية وتسعة وستين إيش جذرها ثلاث عشر إذا مش حافظين احفظوا ثلاث والعشر آلاف شو جذرها مية يا أستاذ طيب هس شو بنساوي بنذكرين يا أستاذ العلامية في عندي هون صفرين يعني بدأ أساوي فاصلة عشرية هون بعد منزل تانية رح تطلع بعد الثلاث بعد الواحد هون رح تطلع صحيح إذن هذا الشيء يساوي موجب أو سالب ثلاث طاعش بالمية هيك إحنا حليناها عرفتوا ليش لأنه هون عندي صفرين بحل بعمل فاصلة عشرية بعد منزلتين هاي منزل أولى منزل الثانية بحطهم فاصلة عشرية بصير عندي إيش ثلاث طاعش بي بالمية موجب أو سالب قيمتين إذن دي تساوي موجب أو سالب ثلاث طاعش بالمية عشان أتحقق عشان التحقق شو بدأ عوض بدأ عوض الثلاث طاعش بالمية هاي بدأ عوضها في المسألة إيش الأصلية اللي هي بتحكيلي إنه في عنا هنا مية تسعة وستين بالعشر ألف تساوي دي تربيع دي تربيع اللي هي قداش عرفنا أنها ثلاث طاعش بالمية بخلينا الأول نعوض الموجب هاي ثلاث طاعش بالمية تربع وتساوي طبعا هون لدي نفس الشي راح إظل لدي نفس الشي بدأ أوجد ثلاث طاعش كم تساوي بالمية ثلاث طاحش بمية هذه ثلاث طارش بالمية مضربة في ثلاث طاعش بالمية لأنها تربيع هيك يعني ثلاث في ثلاث تسعة ثلاث في واحد عندي ثلاث بروح لمسأل بعديها للرقم بعدية 1 طب نحط 0 1 في 3 3 1 في 1 1 صفي عندي 9 6 نجمع 1 تمام هون شوفي عندي لاحظوا في عندي هون خانتين على يمين الفاصلة هون عندي خانتين على يمين الفاصلة بس هون عندي 1 2 3 فبحط الخانة الرابعة هيك ليش استاذ حطينا 0 هون لأنه هون عندي خانتين على يمين الفاصلة العشرية وهون خانتين المجموع 4 خانت فمجموعهم الناتج لازم يكون 4 خانت في عندي هاي خانة 2 1 3 فبحط أنا 0 من عندي بعدين الفاصلة العشرية سمام إذن بنقل الجواب هنا 1 69 بالفعل متساويات لاحظوا الطرفين متساويات إذن صح لأنه بروح أعوض إيش القيمة الثانية اللي هي السلب مرة ثانية المعادلة الأصلية بكتبها هون تمام هاي 0 هاي 1 6 9 يساوي ادي تربيع بعوض هاي قيمة السالب السالب 13 بالمية كله إيش تربيع إذن عندي هون اللي هو 169 تساوي مرة ثانية 13 بالمية إحنا هون عرفنا قداش قيمتها اللي هي رح تكون والسالب بالسالب لأنه رح يكون إيش يعطيني موجب فبالتالي نفس الشيء رح تكون عندي إيش اللي هي 169 بالعشر ألاف إذا نحلي كمان الحمد لله صحيح نروح لهون وهو المسألة العكسية بس المبدأ إنه أنا بدأ خلي إكس لحالها إذا في معاها تربيع بدأتخلص من التربيع إذا في جذر بدأتخلص من الجذر بدأخلي إيش إكس لحالها أنا هون شوفي عندي جذر يا أستاذ كيف أتخلص من الجذر اللي مع بسيطة بحط عكس الجذر عكس الجذر ما هو عكس الجذر التربيع ليش عشان التربيع يلغي إيش الجذر بالطريقة هاي ماشي الحال إذا هون بحط التالي خلينا شوف كيف من نساوي جذر الأكس هاي المعادلة الأصلية تساوي إثنين على خمسة بدأتخلص من الجذر شو بعمل بعمل لهاي كلها جذر الأكس بعملها تربيع بس بالمقابل للطرف الثاني من اليساوي بدأ أعمل نفس العملية لازم كله يصير تربيع مش لطرف واحد لما أساوي تربيع لطرف بساوي للطرف الثاني طيب الآن هسا شو بيصير عندي هذا التربيع رح يلغي الجذر فبيظل عندي إكس لحالها حلو يساوي اثنين تربيع كم اثنين تربيع أربع يا أستاذ على خمسة خمسة تربيع خمسة وعشرين يا أستاذ وهي خمسة إيش خمسة وعشرين كويس هسا شو ظل عندي عندي التحقق وهي التحقق طبعا لاحظوا ما عندي قيمتين موجب أستاذ بس قيمة واحدة فبروح أعوض هاي القيمة في المعادلة الأصلية هاي المعادلة الأصلية اللي هي جذر الاكس الاكس شو قيمتها احنا قلنا الاكس قيمتها يا أستاذ هياتها أربعة على خمسة وعشرين إذا نعوض قيمة الاكس أربعة على خمسة وماذا وعشرين تساوي اثنين على خمسة المفروض صح بنشوف اثنين على خمسة خلنشوف جذر الأربعة اثنين يا أستاذ عفوا جذر الخمسة وعشرين هاي خمسة يا أستاذ بالفعل اثنين على خمسة يساوي اثنين على خمسة إذن إيش حل الحمد لله رب العالمين صحيح وننتقل إلى المسألة التالية جذر يساوي عشرة فاصلة اثنين جذر يساوي عشرة فاصلة اثنين طبعا مثل ما قبل شوية حكينا بدأت خلص من الجذر ليش عشان أخلي المتغير لحاله إحنا دائما هيك لما نشوف متغير عشان نوجد قيمته ونحل المسألة بأنه نخليه لحاله كيف تخلص من الجذر بسيطة كلها هاي بعطيها بسولها تربيع بس كمان الطرف الثاني من المعادلة لازم أسوله تربيع حلو إذن بيصفي عنديك التالي جذر الواي رح أعمل لتربيع عشان أخلص من الجذر يساوي عشرة فاصلة اثنين بالعشرة كمان بدأسولها إيش تربيع حلو طيب هسا الآن التربيع هذا رح يلغي الجذر فشو بيظل عندي هون أنا بيظل عندي هون الواي حلو ويساوي الآن هسا بدي أشوف عشرة فاصلة اثنين بالعشرة تربيع إيش يعني يعني عشرة فاصلة اثنين بالعشرة مضروبة في عشرة فاصلة اثنين بالعشرة صحيح مش هيك التربيع أنه أضرب الرقم في نفسه، هنا ضربت الرقم في نفسه خلينا نضربه الله اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة وهي أربعة يا أستاذ طيب اثنين ضرب صفر صفر يا أستاذ وهي صفر اثنين ضرب واحد يساوي ثنين يا أستاذ وهي ثنين حسنا بنروح ل oxid بس بضع حون عش فاصله بضع حون صفر لأنه بدأروح على المنزل الثاني منزل العشرات طيب صفر ضرب اثنين طبعا صفر. مرة ثانية صفر ضرب صفر يساوي صفر. صفر ضرب واحد يساوي صفر. حلو. هسه بدى روح على الواحد. بس لازم احط هون كم صفر صفرين. لان هالواحد هاي عيامينها في خانتين. طيب. هسه بنقول الواحد ضرب اثنين. اثنين يا أستاذي. حلو. الواحد ضرب صفر اكيد صفر. كل ايش مضروف في الصفر بيساوي صفر. واحد في واحد واحد يا أستاذ. والآن شو بنساوي بنجمع. هون عندي اربعة زائد صفر زائد صفر يساوي اربعة صفر زائد صفر زائد صفر طبعا صفر. واثنين زائد صفر زائد اثنين اربع المجموع. وهون عندي صفر زائد صفر صفر. وهون عندي واحد. طيب خلصنيك لا لاحظة شوي. انا هون مش عندي فاصل عشرية. هاي في عندي فاصل عشرية هون صح. وهون في عندي فاصل عشرية. طب استاذ هون الفاصل عشرية وانا احطها بعد الاربعة ولا الصفر ولا الاربعة الثاني ولا وين?, بشوف باطلع على الرقم الهون الأول الفاصلة العشرية في عيمينها كم منزلة؟ في هون منزلة واحدة يا أستاذ؟ حلو وهون الفاصلة العشرية على عيمينها كم منزلة؟ في منزلة واحدة يا أستاذ طيب كويس، إذن المجموع منزلتين مجموع منزلتين، فباجي هون بحكي 1 2 فبحط الفاصلة العشرية هون منزلتين على اليمين, ماشي؟ واضح الأمور صارت فإذن الجواب 104.4 بالعشر إذن هون يساوي 100 أنا هون شفت شو تربيع العشرة فاصلة الاثنين صح 104.4 بالعشرة هذا هو جواب الواي أنا أوجدت الحل شو ظل عندي التحقق التحقق سهل وبسيط نجي هون نحكي إيه شو التحقق هاي التحقق التحقق طيب إني أعوض فباجي هون جذر الواي يعني جذر الواي هاي قيمتها صح مش ها قيمت الواي إذن بحكي جذر المية وأربعة فاصلة أربعة بالعشرة طيب هاي كم تساوي أنا بدي أشوف إيش هو الرقم يلي بضرب بحاله عشان يعطيني هذا الرقم شفنا إحنا هون هاي عشرة فاصلة اثنين بالعشرة ضربناه بحاله شو أعطاني المية وأربعة اللي هي هاي عندي إذن هاي شو جذرها جذرها عشرة فاصلة اثنين صحيح اللي هي نفسه اللي معطيني يا وين في المعادلة إذن أنا بالفعل حلي صحيح والحمد لله رب العالمين هنا مطلوب من التالي أجد طول ظلع كل مربع من المربعات الآتية إذن كل مربع بدي أجد طول ظلع طبعا محروف إنه المربع أطوال الأطلاع متساوية بدي يعني أجد طول ظلع كل مربع من المربعات الآتية المعطات مساحتها المساحة معطاة ثم أجد محيط كل مربع في هاي الأمثلة الحياتية العملية لازم أفكر بالطريقة التالية أول شيء بدي أعرف أو أشوف ما هي المعطيات هو أعطاني أشياء هاي أشياء أعطانيها عشان أستفيد منها فأنا بدي أشوف شو المعطيات اللي موجودة عندي ترجح هون المعطيات هو عندي المساحة مثلا المربع هون في المسألة 13 أعطاني المساحة اللي هي عبارة عن 100 إنش مربع 100 هاي المساحة أنا بدي أربط بين المعطيات والمطلوب إيش المطلوب عندي يا أستاذ؟ طول الظلع هذا المطلوب الأول يعني بدي أشوف كم طول الظلع من هون لهون ونفس الشيء بالنسبة للمربعات الثانية بعدين المطلوب الثاني محيط كل مربع المحيط يعني الأطوال كلها هذا الظلع مع هذا الظلع مع الظلع الثالث مع الظلع الرابع كله اللي هو طبعا معروف إنه كل اللي هو محيط المربع يساوي طول الظلع ضرب أربعة ضرب أربعة خلينا نكتب العلاقة ما بين المعطيات المساحة وما بين المطلوب اللي هو طول الظلع والمحيط بشكل رياضي كيف نكتبه بشكل رياضي يعني يا أستاذ؟ كالتالي أول شيء المساحة بالإنجليزي معناتها area فبيرمزولها بالرياضيات A اختصار لarea مساحة طيب إذن لما بنحكي A بالإنجليزي معناتها بالرياضيات معناتها إيش؟ مساحة طيب يا أستاذ هاي سهلة يعني A اللي هي مقصود فيها المساحة ترمز للمساحة وبالنسبة للظلع بالإنجليزي side فبيرمز إلها بS الS المقصود فيها الظلع والA المقصود فيها المساحة هل مهم يا أستاذ؟ نعم لأنه هسا في عنا قوانين فبنحكي التالي بالنسبة للمساحة مساحة المربع اللي هي الأية مساحة المربع إحنا هون حكينا المساحة نرمز لها بA شو تساوي؟ بتساوي هيك القانون بيحكي إنها بتساوي طول الظلع تربيع يعني طول الظلع مضروب في نفسه مساحة المربع تساوي طول الظلع تربيع الS اللي هي نفسها طول الظلع ماش الحال؟ طول الظلع فبنشوف هسا المساحة عندي هون موجودة صح؟ 100 إذن بعوض مكان الأيمية لأنها هي المساحة المساحة 100 شو بتساوي؟ طول الظلع اللي أنا بدي أعرفه اللي هو مش معروف هسا S تربيع نرمز لأستربيع أنا بدي أعرف طول الظلع زي ما تعودنا بدي أتخلص من التربيع عشان أعرف قيمة المتغير فأنا باجي هون بحكي S تساوي عشان أتخلص من التربيع بتخلص منه بس بالمقابل شو بأعمل؟ بحط موجب أو سالب جذر إيش؟ المية بحط موجب أو سالب جذر المية هيك إحنا كنا نحلق بشوي صح ولا؟ صحيح يا أسان فبالتالي عندي الS تساوي موجب أو سالب إيش جذر المية؟ عشرة عشرة طبعاً السالب في الأطوال في الأطوال مستحيل يكون في طول بالسالب فعشان هيك نهمل السالب فإذن عندي S تساوي كم؟ تساوي عشرة عشرة إيش سنتيمتر؟ ولا متر؟ ولا إيش؟ فتطلع حوان إنش هاي إختصال للإنش فعشرة إنش حلو؟ شو عملت أنا لحد هسا؟ اللي عملته أنا إني عرفت اللي عملته أنا هسا فقط إني عرفت طول الظلع اللي هو المطلوب الأول إذن طول الظلع أنا ممكن أحط هون بعض المعلومات حتى أقدر أتخيل إيش اللي قاعد أعمله أنا طول الظلع اللي هو من هون لحد هون هذا الظلع طوله كم؟ عشرة إنش حلو هسا الآن المطلوب الثاني محيط المربع المحيط طبع المربع كم بيساوي؟ المحيط يساوي الظلع الظلع ضرب أربعة المحيط خلنا نرمز إليه خلنا نحكي أم مثلا المحيط أم فبنحكي الأم اللي هو المحيط يساوي طول الظلع اللي هو أس طبعا فكرة يعني طيب ماشي الحال الأم هذا هو مفترض افتراضا أنا افترضته محيط يساوي أس تمام ضرب أربعة مضروب في أربعة وممكن طبعا نعبر عنه بشكل آخر اللي هو كالتالي شكل رياضي أكثر اللي هو أربعة أس يعني أضرب مضروب في أس ويساوي أربعة مضروب في أش إس اللي هو طول الظلع طول الظلع كم يا أستاذ عشرة أنا بشوف المحيط ويساوي أربعين طبعا أربعين إنش المحيط أيش عن المحيط يعني أطوال الأضلع الأربعة هذا عشرة إنش وهذا عشرة إنش عشرين وهذا عشرة إنش ثلاثين وهذا عشرة إنش صاروا كم صاروا أربعين إذن أنا عرفت الآن هسا طول الظلع هاي طول الظلع هذا مطلوب الأول 10 إنش والمحيط بضرب الظلع في 4 بيطلع عند المحيط 40 حلو كويس هس الآن بدي أمسح الموجود حتى أروح إن شاء الله إلى وين إلى الثاني وأتوقع الأمور راح تكون هسه أبسط وأسهل طيب نشوف شوفي عندي هون عندي المساحة تبعة المربع طبعا المطلوب مني أجد طول الظلع أول إشي فطول الظلع يساوي عفوا المساحة القانون بيحكي لي أن المساحة اللي هي أي عفكرة لو كتبته بالعربي المساحة هيك تساوي الظلع تربيع بدل من حط الرموز وعودته فيها كمان ما في مشكلة نفس الإشي على كله فأي اللي هي اختصار للمساحة اختصار لإيش المساحة زي ما حكينا شو بتساوي بتساوي طول الظلع هاي الظلع رمزنان بأس طول الظلع تربيع حلو الآن المساحة عندي بينها هي عندي معطيني إياها هو معطيني مساحة ميتين خمسين ستة وخمسين وتساوي S تربيع طبعا بدي ألاقي الظلع لحاله فبدي أتخلص من التربيع شو بعمل بعمل S بمسح التربيع بس بالمقابل بحط موجب أو سالب جذر الطرف الثاني اللي هو إيش ميتين خمسين ستة وخمسين كيف نعرف جذرها؟ طبعا التحليل للعوامل نجي هم نحكي ميتين خمسين ستة وخمسين أول شيء بتقسمها على اثنين لأنه عدد زوجي ميتين ستة وخمسين تقسيم اثنين بطلع عندي مية وثمانية وعشرين وهي ثمانية وعشرين مرة ثانية على اثنين بطلع عندي ستين أربعة وستين على اثنين بطلع عندي اثنين وثلاثين على اثنين بطلع عندي ستة عشر على اثنين بطلع عندي ثمانية على اثنين بطلع عندي أربعة على اثنين بطلع عندي اثنين بقسمها على اثنين اعفنا يا اثنين بقسمها على اثنين بطلع عندي واحد وهانه خلاص بخلاص إذن عندي هاي العوامل فبأخذ من كل عاملين متشابهين بأخذ واحد منهم مثل ما تعودنا إذن هاي بأخذ منها كمان اثنين وهذول الاثنينتين بأخذ منهم اثنين واحدة وهذول اثنينتين كمان بأخذ منهم ايش اثنين واحدة وبعمل ضرب بيناتهم بضربهم في بعض فبيصير عندي اثنين ضرب اثنين اربعة يا استاذ ضرب اثنين ثمانية ثمانية ضرب اثنين 16 اذا شو بنستنتج انه جذر الميتان 56 الهو 16 موجب وسالب لا بس موجب ليش لأنها الأطوال ما فيها سالب إذن هذا طول الظلع S لأنه اتفقنا أنها الأس هي مقصود فيها الظلع طول الظلع إذن طول الظلع 16 هذا مطلوب الأول مطلوب الثاني المحيط المحيط شو بيساوي عشان ألاقي المحيط بقول إيش المحيط اللي هو الأم خلنا نحكي أنه أم افتراضاً نحكي إيش أربعة S يعني الظلع بضربه بأربع مرات لأنه الظلع هذا أنا لقيت أنه 16 مش هيك لقيت أنه 16 فأنا أريد المحيط يعني الظلع هذا والظلع هذا والظلع هذا والظلع هذا والظلع هذا أربعة أضلع فبضلوبه بأربع مرات ويساوي أربعة مضروب في 16 ويساوي 60 أربعة في 10 أربعين أربعة في 6 24 64 64 إيش سنتيمتر سنتيمتر وهون طبعاً 16 سنتيمتر حلو طيب نفس الشيء رح نروح نعمل إن شاء الله للثالث إذا حسن حالكم فاهمين يرى توقفوا الفيديو وتحاولوا مع هذا الثالث شوي خلينا نشوف شو ممكن نعمل هسا بداية بدنا نشوف طول الظلع بناء على القاعدة اللي أخذناها إنها المساحة اللي هي أنا رمزتها بالA هي رمزها الرياضي بتساوي تربيع طول الظلع طول الظلع أنا رمزناها بالS طيب المساحة عندي فاصلة تسعة بتساوي S تربيع عشان أتخلص من التربيع شو أعمل أحط هون الأسلحة لها بس بالمقابل بحكي موجب أو سالب جذر الطرف الثاني اللي هو أربعة فاصلة تسعة طبعا هاي مش مربع كامل حتى لقي جذره بشكل بالضبط هو جذره بطلع 2.21 كذا فاحنا بنحطه بشكل تقريبي فبنحكي يساوي تقريبا هاي إشارة التقريب يساوي تقريبا 2.2 طبعا كم متر وهي متر حلو طبعا موجب ما بنوخذ السالب لأنه هاي أطوال الأطوال ما بتزبط سالب ما بنفع سالب إذن أنا لقيت المطلوب الأول أنه الظلع اللي هو الS يساوي 2.2 متر هسا الآن بدي المحيط المحيط سهل يا أستاذ الظلع أضربه بأربعة صح؟ لأنه هون طلع أنا عندي أنه الظلع طوله 2.2 فأنا بدي المحيط بضرب 2 بدي 2.2 بدي هاي كمان 2.2 وهون 2.2 2.2 إذن أربعة مرات فبحكي إيش المحيط شو بيساوي 2.2 ضرب أربعة ويساوي كم يساوي 2 ضرب أربعة ثمانية فاصل 2 ضرب أربعة كمان ثمانية كم طبعا متر هذا إيش طول المحيط هيك بنكون الحمد لله خلصنا هذا التمرين روح على التمرين الأخير اللي عندي هون أوكي هون حلو هذا التمرين ايش مطلوب مني أول شيء بيحكيلي لوحة لوحة مربعة الشكل مساحتها 6400 هاي اللوحة اللي عندي هاي من هون هيك هاي اللوحة الكبيرة طيب ايش مالها هاي اللوحة هاي اللوحة مساحتها 6400 سنتيمتر مربعة طيب كويس طبع عليها إعلان هذا إعلان طبعا الإعلان أصغر من اللوحة يعني في ظل عندنا مساحة فاضية في اللوحة طيب طبع عليها إعلان تركة هامش عرضه 15 سنتيمتر يعني في مساحة فاضية بين الإعلان وبين طرف اللوحة الخارجي اللي هو عبارة عن كم 15 سنتيمتر كويس من كل جهة يعني من هون 15 سنتيمتر من هاي الجهة كم في في 15 ومن هاي الجهة كمان في 15 سنتيمتر ومن هاي الجهة في كمان 15 سنتيمتر طيب هسا الآن إحنا قاعدين خليني نحكي بنتشرب المعطيات اللي هو بيعطيني إياها شو مطلوب أجد أجد ماذا محيط منطقة الإعلان منطقة الإعلان هاي بده المحيط يعني بده مجموع أطوال الأضلع مش هيك المحيط المحيط هو عبارة عن مجموع أطوال الأضلع في حالة المربع طول الظلع ضرب أربعة لأن الأضلع متساوية طيب كيف بده أحلها يا أستاذ بده أشوف العلاقة يا ترى إيش العلاقة بين مساحة اللوحة الكاملة هاي تمام وبين أني ألاقي محيط هذه المنطقة أول شيء بده أنتبه أنه أنا لازم ألاقي أطوال الأضلع أطوال الأضلع لأنه الظلع هذا تبع منطقة الإعلان راح يكون مساوي لظلع اللوحة الكبيرة بس بنقص منها من هون خمسة عشر من هون خمسة عشر صح؟ صحيح فأول شيء أنا بدي ألاقي كم طول الظلع هذا تبع منطقة الإعلان كم طول هذا الظلع كيف أعرفه؟ مثل ما حكينا المساحة اللي هو معطين إيها هو معطين المساحة مساحة اللوحة اللوحة كلها مش منطقة اللوحة كلها معطين إيها هي نكتب القانون المساحة أ ولو حبيت تكتب الكلمات ما Familien المساحة معطين إيها اللي هي 6400 تساوي S اللي هي طول الظلع تربيع عشان أخذ خلص من التربيع بحط الطرف الثاني تحت الجذر فبقول S تساوي موجب أو سالب جذر الـ 64 ألف وتساوي السالب بهمل وخلص ما بدي إياه الآن جذر الـ 64 ألف الـ 6400 أول شيء بقول الـ 64 شو جذرها؟ جذرها ثمانية صح؟ والمية الصفرين هذول بمثل مية شو جذرهم عشرة؟ خلص إذن صار في عندي الظلع طوله ثمانين ثمانين شو؟ ثمانين أحنا بنحكي عن إيش؟ الوحدة سانتي إذن ثمانين سانتي متر إحنا شو لقينا هسا يا أستاذ؟ لقينا طول الظلع الكبير هذا ثمانين سانتي متر طول الظلع الكبير الآن معناته بس تنتج بما أنه ظلع اللوحة الكبير ثمانين معناته الظلع هذا الصغير تبع منطقة الإعلان شو بيساوي؟ رح يكون هو ثمانين بس رح أطرح من هون خمسة عش سانتي ومن هون خمسة عش سانتي لأنه هون حكي لي أنه فيها مش خمسة عش سانتي فبالتالي هذه رح تساوي ثمانين ناقص خمسة عش ناقص خمسة عش صحيح؟ فبالتالي هاي شو تساوي؟ وبتساوي خمسين إذن بس تنتج إنه إذن طول منطقة الإعلان شو بتساوي؟ ثمانين اللي هو ظلع اللوحة كلها ناقص خمسة عش اللي هو الهامش اللي على اليمين ناقص خمسة عش اللي هو الهامش اللي على اليسار ويساوي خمسين طبعا خمسين إيش؟ سنتيمتر طبي كويس الآن هسه شو المطلوب مني؟ مطلوب مني طول الطول طول الظلع لا هو مطلوب مني المحيط أوكي سهل يا أستاذ المحيط هو الطول ضرب أربعة بحكي ممتاز إذن نحكي هنا نحكي هون محيط الإعلان شو يساوي؟ يساوي عبارة عن خمسين ضرب أربعة ويساوي ميتين سنتيمتر ميتين سنتيمتر هذا الجواب المطلوب هيك الحمد لله بنكون خلصنا درس اليوم طبعا ما بتخيلوا قديش هذه الدروس بتأخذ وقت وجهد عشان هيك ياريت إنكم ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء وإذا عجبكم ما تنسوا تشتركوا في القناة وتعطوا إعجاب السيد رأى المسيد يحييكم نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته